اشتركوا في القناة اتكلمنا عن الكثير من التعاليم الخاطئة ضد المسيحية ونواصل بنعمة المسيح في الحلقات القادمة لكن النهاردة نريد أن نرى إيه هو الإيمان المسيحي الصحيح التي آمنت في الكنيسة المسيحية لمدة ألفين عام والعجيب أن الأخوة الكذبة نفسهم كانوا إلى عهد قريب يتبعوا نفس هذا الإيمان لكن للأسف انحرفوا عن الطريق المستقيم وعملوا طريق موازي لطريق الخلاص فتسببوا في هلاك كل اللي اعتنق إيمانهم خلينا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا النهاردة إيماننا المسيح الأقدس بنرحب بوحيد وبنبدأ نشوف موضوع النهاردة أهلا بك يا وحيد أهلا بفدوة وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع لو حبينا بكلمات بسيطة وقبل ما ندخل في الشرح المستفيد إيماننا المسيح الأقدس إيمان المسيح هو ما ورد بالوحي المقدس وإذا كان الوحي المقدس في العهد القديم أو في العهد الجديد إيماننا بطبيعة الله إيماننا بطبيعة الفداء إيماننا بكيفية الحصول على هذا الفداء إيماننا بكيف نعيش في هذه الحياة كمسيحيين إيماننا بانتظارنا ماذا ننتظر في نهاية الحياة ما بعد الحياة إيماننا أن هناك حياة بعد هذه الحياة الحياة الأبدية ننتظر مجيء المسيح قيامة الأموات ثم الحياة الأبدية كل هذا مخزون في الكتاب المقدس كل هذا معروف لدى من يعتنق بهذا الكتاب كل هذا فهمه المسيحيون وهناك مجامع مسكونية أيضا ثبتت وأكدت على هذا الإيمان مرات عديدة جدا هذا هو الإيمان المسيحي إيماننا الأقدس نعم وبالرغم من كده برضو نفس الناس اللي بتؤمن أو خلينا نقول بعض الناس اللي بتؤمن بنفس الكتاب المقدس برضو عرفوا يعملوا لنفسهم طريق موازي طبعا طبعا ما هو شهد يهوى عنديهم الكتاب المقدس ودول دين آخر لا علاقة لهم بالمسيحية ولا السبتين صحيح وفي الأديان الأخرى يوجد هذا الأمر أيضا لكن خلينا النهاردة نخصص هذه الحلقة لما نؤمن به نحن كمسيحيين وأيضا في دائرتنا الضيقة جدا نحن أسرة قناة الحياة بماذا نؤمن وبالتالي نريد أن نعرف الآخرين اللي تكلمنا في الحلقات السابقة كلها أن هذا الإيمان لا يتماشى مع الوحي وهذه النقطة وهذه النقطة صحيح نحن كمسيحيين بصورة عامة ونحن بصورة خاصة كأسرة قناة الحياة فهذه الحلقة هي حلقة للتعريف إيماننا الأقدس إيماننا المقدس بصورة عامة كما ذكرت وبصورة خاصة فأنا سأقرأ لو سمحتي لي بداية تفضل الجزء من هذا الإيمان وبعد كده لو حبيتي نناقش في أي جزء أبدأ بالجزئية الأولى نؤمن نحن كمسيحيين وفي أسرة قناة الحياة أن الكتاب المقدس هو كلمة الله وهو الكتاب الوحيد المعصوم للإيمان والأعمال بطر ستاني واحد واحد وعشرين لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس وفي تيموسيوس الثانية ثلاثة ستاشر وسبعتاشر كل الكتاب هو موح به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح دي الجزئية الأولى لو فيها أي شيء ممكن تحس أن بعض المشاهدين مش واضح بالنسبة لهم أنا بالنسبة لي عاوزة يعني أسأل عن المقصود بالبر يعني كل الكتاب الجزء آخر جزئية معلش لو سمحت ممكن تعيدها تاني كل الكتاب هو موح به من الله ونافع ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر إيه هو البر؟ إيه المقصود؟ لو أخذتي كذا البر مفهوم البر هو إكمال كل الوصايا عدم ترك واحدة ولا يستطيع أحد أن يقوم بهذا الأمر لا قديس ولا نبي هذا الأمر الكمال المطلق هو في المسيح فالمسيح هو البر فبرنا هو المسيح فبالتالي كل الكتاب موحى به نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر الذي للبر في البر في المسيح وللبر ومن خلال البر الذي هو المسيح لكي يكون إنسان الله كاملا الكمال النسبي بالنسبة لأننا نحن متأهبا لكل عمل صالح لكن كمان أريد أن أعلق على كلمة الكتاب الوحيد زي ما مذكور هنا شايف عزيزي المشاهد الوحيد قصة ما فيش كتاب تاني هذا هو كتاب الكتب هو الكتاب الوحيد الذي يعرف التعريف السليم عن الله الإله الحقيقي والذي يضمن الحياة الأبدية المعصوم بمعنى أنه كما ذكرنا في هذه الآيات أن أناص الله القديسون كتبوا محمولين مسوقين بروح هذا الإله فبالتالي ليس في هذا الكتاب أخطاء ليس في هذا الكتاب خرافات دخلت مع أنه أقدم كتاب موجود نعم نحن نتكلم عن 3500 سنة من الآن موسى سنة 1500 قبل الميلاد فإذن هذا الكتاب بهذا التعبير معصوم أي أنه الروح القدس هو الذي حمى وحمل كتبة الوحي لكيما يكتبوا فكرة الله نعم أما كلمة للإيمان والأعمال هنا نتكلم أساسا عن الخلاص الخلاص جزئية قادمة موضوع أنه الكتاب الوحيد المعصوم للإيمان والأعمال بمعنى أنه يقدم الإيمان السليم ويقدم كيف تسلك في هذا الإيمان نعم فهذه الجزئية حبيت أوضحها لأنه ربما يتبادر إلى الزهن نحن نتكلم عن الخلاص الخلاص قادم نحن نتكلم عن هذا الكتاب ماذا يقدم يقدم الإيمان ويقدم السلوك في الوصايا يقدم الإيمان ويقدم الحياة نعم كيف نعمل كيف نسلك في المسيح كان هذا هو يعني الجزء الأول عن الكتاب المقدس طيب أنا برضو عايزة أرجع للحتة اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شوية مين هو إنسان الله وليه يلقب بإنسان الله إنسان الله الذي يحيا وصية الله الذي يحيا لله هذا هو إنسان الله وبالتالي حتى لو في مسيحي اسمي يعيش حياته الخاصة لكن اسمه مسيحي هذا ليس إنسان الله إنسان الله هو من يعيش لله من يحاول أن يطبق الوصايا من يوجد دائما في إطار حياة النعمة وحياة القداسة في المسيح دي جزئية جزئية أخرى ما عليش رجعت لفكري كلمة الكتاب الوحيد هناك أديان كثيرة بكتب كثيرة بالنسبة لإيماننا المسيحي العام كمسيحيين والخاص نحن في أسرة قناة الحياة أيضا هذه الكتب لا علاقة لها بالوحي المقدس لا علاقة لها بالإله الحقيقي الذي نعرفه هذا هو إيماننا نعم خليني نشوف الجزئية هذه الجزئية الأولى أنتقل إلى الجزئية الثانية أقرأها في البداية نؤمن نحن كمسيحيين وفي أسرة قناة الحياة أن الله أعلن ذاته في أقانيمه الثلاثة الآب والإبن والروح القدس والأقانيم الثلاثة واحد في الجوهر ومتسابون في الأزلية والقدرة والمجد ومتحدون اتحادا تاما وكاملا ومطلقا ومتميزون بغير انفصال هذه يعني في جملتها هي عبارة عن مصطلحات لاهوتية نعم وبالتالي لو في أي جزء تحبي تسألي فيه أو ننخشب أكيد عايزين محتاجين نفهم يعني إيه في الجوهر الجوهر كلمة الجوهر تعني الطبيعة التي لله اللهوت طبيعة اللهوتية هذا التميز بالنسبة لله الذي لا يشارك في هذه الطبيعة أي كائن لا سماوي ولا أرضي لا ملك في السماء ولا كائن ما على الأرض فكلمة الجوهر هي تشير إلى الطبيعة الله اللاهوتية نعم وحينما نقول أنه واحد في الجوهر بمعنى أن إلهنا واحد في الجوهر أي منفرد لا شبيه له فوق كل الكائنات لأنه هو الذي خلقها هو الذي أعطاها الحياة وهو الذي يحفظها لكن واحد في الجوهر حتى يعني يكتمل شرحها وهي تحتاج إلى الكثير ولكن بصورة مبسطة بعض المهرطقين واحد زي سابيليوس ظهر في التاريخ المسيحي واعتقد أن الله لما خلقنا كان يسمى الأب ولما خلصنا هو بذاته كان اسمه الإب ولما قدسنا كان يسمى الروح القدس فإذن أن الآب هو الإبن هو الروح القدس فغير الأسماء وجعل الأقنوم واحد بسلاسة أسماء وهذه هي كانت هرطقة كبيرة جدا وبهذا ينتفي أصلا مفهوم الثالوس نعم من الخطأ أن نعتبر أن الأقانيم مجرد صفات وهنا لازم نبع لكلمة مجرد صفات أصلا في بعض الناس سمعوها وما يعرفوش الفرق بين صفة مجردة وصفة ذاتية للأسف ما علش نرد في وقت آخر فهي مجرد صفات الصفات هي المجردة هي الصفات النسبية زي ما تقولي فلان محب شجاع كريم لكن هنا لا نتكلم عن مجرد صفات نحن نتكلم عن صفات ذاتية قائمة عليها الزات الألوهي نعم وهنا لما يقول أنه كان اسمه الآب وبعدين لما خلصنا بيقى اسمه الابن ولما قدس الكنيسة بيقى اسمه الروح القدس يبقى أنت هنا اعتبرت الجوهر خاص فقط بالآب وأعطيت الابن والروح القدس هي مجرد صفات مجرد صفات وهذا خطأ لماذا خطأ؟ لأن هذا الخطأ ينفي الجوهر عن الابن وينفي الجوهر عن الروح القدس وكأن الابن ليس هو الله نعم وكأن الروح القدس ليس هو الله وده هو الخطأ الكبير لأنه أنت بتنفي هنا الكينونة أساسا وبيتحول الروح القدس والابن الكلمة إلى مجرد صفات للأقنوم الواحد نعم وبالتالي دي كانت الهرطقة بتاعة سبيليوس لكن لا يمكن أن يكون كلمة الله أي عقل الله ليس هو الله نعم ولا يمكن أن يكون روح الله ليس هو الله صحيح لأن روحك هو أنت وعقلك هو أنت ولا تستطيع أن تفصل هذا عن ذاك لأن هذا اتحاد قائم بقائم بقيام كينونة كإنسان فإذن وحدانية الجوهر قائمة على الثلاث أقانيم تتميز في بينها وذي كلمة ومتميزون متميزون متميزون أو متمايزون بمعنى أن الوحدة في الجوهر ولكن لكل أقنوم عمله حدي مثال مع الفارق في التشبيه فأنا سلا الصفات ذاتية عقل مثلا روح وجسد عقلي ليس روحي روحي ليس جسدي ولكن الجسد له عمل الروح له عمل العقل له عمل هذا التمايز هو تمايز لسلا الصفات ذاتية يقوم عليها ذاتي كإنسان ولكنها واحدة في الجوهر الإنساني فأنا إنسان الروحي هو إنسان وعقلي هو إنسان وجسدي هو إنسان ليس كائن آخر إذن خلينا عرف التعريف المسيحي الآب من حيث الجوهر هو الله الآب هو الله ومن حيث التمايز هو الزات أو الأصل في اللهوت الإبن هو الله من حيث الجوهر لأن كلمة الله هو الله نعم ولذلك البعض يستغرب هو ابن الله ولا الله هو ابن الله من حيث أقنومه وهو الله من حيث جوهره نعم فالجوهر واحد الطبيعة اللاهوتية واحدة لكن من حيث أقنومه هو الكلمة كلمة الله فإنت هنا لما بتتكلم عن المسيح هو الله من حيث الجوهر وأنا أتكلم عن طبعا اللاهوت وهو الكلمة المولود من حيث الأقنوم واضح الكلام ده؟ واضح بس أنا ما عليش بعد ما تخلص بس هطلب منك تعمل يعني توضيح من خلال الإنسان بردو طيب والروح القدس هو الله من حيث الجوهر لكن من حيث الأقنوم هو أقنوم الروح القدس المنبسق من الأب يبقى الله له جوهر واحد طبيعة لاهوتية واحدة له ثلاث أقنيم متساوونة متحدون في هذا الجوهر الواحد تشترك الأقنيم معا في جميع خواص هذا الجوهر طبيعي هذا الجوهر الإلهي لكن تتميز فيما بينها بالخواص الأقنومية فالآب هو الزات الكلمة هو النطق والروح هو الحياة يبقى إذا أعتقادنا بثلاث أقنيم لا يعني ثلاث جواهر لكن يعني جوهر واحد لثلاث أقنيم الله الواحد أنت طلبت مني أعمل توضيح للإنسان فالإنسان الروح روحه إنسانية وجسد وجسد إنسان وعقل عقل إنسان لأنه فيه الملك عنده عقل نعم فهذه في جوهرها هي طبيعة إنسانية طبيعة إنسانية فالكل يشترك في هذا الجوهر عقلي روحي جسدي يشترك في جوهري الإنساني نعم لكن من حيث التمايز فعقلي له عمل نعم روحي له عمل لها عمل جسدي له عمل آخر نعم الجسد يتحرك يأكل يشرب الروح لا تقوم بهذا الأمر صحيح لكنها الروح تعطي هذه الكينونة الحياة العاقلة النفس موجودة ولكنها تعطي لهذا الكيان خواص المشاعر والطبيعة البشرية الزاكرة كل هذه الأمور نعم ففي النهاية جوهري كإنسان هو جوهر واحد صحيح ولكني أنا من روح ونفس وجسد نعم فتعدد صفاتي الزاتية وليس المجردة هو ليس تعدد لوحيد وتعدد لصفات قائم عليها الإنسان وحيد نعم اللي هو أنا نعم لكن هذه الصفات ليس أكثر من وحيد هي وحيد واحد له هذه الصفات الزاتية الثلاث روح ونفس وجسد طيب خلينا نرجع كمان مرة تانية للفقرة أو الجزء التاني اللي إحنا بدينا فيه وفيه كلمة مطلق أنا معلاش بأنسى اتحادون اتحادا تاما وكاملا ومطلقا بالزبط كده هنا إيه كلمة مطلق يعني إيه كلمة مطلق لأنه ممكن الأحباء خصوصا المسلمين طبعا ممكن ما يفهموش يعني إيه مطلق دي طيب خليني مع كلمة مطلق أخذ السطر اللي جاب لها لو سمحتين طيب يعني مثلا هنا متساوونة في الأزلية والقدرة والمجد ده شيء برضو جزئية مهمة يعني مش مفروض نفوتها يعني الآب لم يكن في وقت من الأوقات غير عاقل وغير حي فعقله هو الإبن وروحه هو الروح القدس صحيح والإبن لم يكن في وقت من الأوقات بلا ذات وبلا روح فالآب هو ذاته وروحه هو الروح القدس أنا تكلم طبيعة الثالث لا أتكلم عن التجسد الآن والروح القدس لم يكن في وقت من الأوقات بلا ذات ذاته الآب وعقله الكلمة المسيح فإذا هذا الإله الواحد الموجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه القدس والإبن عاقل بذاته موجود بالآب حي بالروح القدس والروح القدس حي بذاته موجود بالآب ناطق بالكلمة هذا هو الإله الواحد وبالتالي حينما نقول متساون في الأزلية طبعا في الأزلية الله موجود بكلمته بعقله وبروحه القدرة هو الله القدير بذاته بكلمته بروحه والمجد الذي كان لي قبل إن شاء العالم هكذا يتكلم المسيح فأيضا المجد هو واحد في هذا المجد وإنما المسيح في التجسد قيل عنه في الوحي المقدس أخلزات وأخذ صورة عبد فلما نيجي نتكلم عن هذا الثالوس القدوس المتساون في الأزلية والقدرة والمجد ومتحدون اتحاد تام وكامل ومطلق مطلق يعني لم يكن في وقت من الأوقات خلينا حط مع كلمة مطلق لتتضح سرمدي لم يكن في وقت من الأوقات هذا الاتحاد غير قائم ولن يكون في وقت من الأوقات هذا الاتحاد غير قائم فالإطلاق هنا إطلاق الاتحاد هو إطلاق اتحاد سرمدي ما معنى كلمة سرمدي أي أزلي أبدي أزلي معنى لا بداية له أبدي يعني لا نهاية له سرمدي يعني أزلي أبدي فإذا هذا الإطلاق كلمة مطلق على هذا الاتحاد هو في سرمديته لم يكن في وقت من الأوقات هذا الاتحاد غير موجود الاتحاد الكامل ولن يكن جيب النار النار لما تشوفها قدامك فيها اللهب وفيها النور وفيها الحرارة لا يمكن أنك تفصل الثلاثة مع لا يمكن هذا قائم هذا الاتحاد والنار الحرارة لا تشوفها لكن تحس بها والنور تشوفي لكن لا تحس بها فكل له خواصه ولكن الاتحاد قائم في جوهر واحد هو جوهر النار واللهب هو ذات هذا النار لا يمكن أن يكون في وقت من الأوقات نار بدون لهب وبدون نور وبدون حرارة طالما وجدت نار في أصلها في ذاتها من اللحظة الأولى هي هكذا بنورها وحرارتها هكذا مع الفارق الكبير في التجبيه نعم صحيح الله له كل المجد والقدرة هو هكذا في سرمديته هو آب في ذاته متكلم ناطق بكلمته حي بروحه القدس هذا الأمر ليس جديد لم يحدث في ميلاد المسيح الذي حدث في ميلاد المسيح هو حلول كلمة الله في الطبيعة البشرية التجسد فيما نسميه التجسد ليس تغيير ليس شيء جديد الله هو الله حل في طبيعتنا البشرية اتحد بها التحاد تام وكامل ومطلق ده كان هذه الجزئية لو عندك فيها أي طب أنا عندي بس سؤال زمان كان الأحباء المسلمين دائما بيطرحوا السؤال هو ليه إلهكم معقد كده ومش مفهوم وحاجات كثيرة فيه ليه ليه ما يكونش إله بسيط هو الله الواحد وخلص خلص ما أنت بتفهمي شخصيتك أنت بتفهمي كينونتك كإنسان هل هي معقدة لما نقول أنا عندي روحه نفسه وجسد ليه بفهم ده ولما نيجي عند الله أحاق بنقول أنه لا إزاي يكون ذات متكلم حي ده السالوس بتاعنا بالمناسبة بكل بساطة بدون أي تعقيد وشرح الله موجود ناطق حي ده السالوس المسيحي موجود اسمه الأب نطقه كلمة عقله اسمه الإب حياته اسمه الروح القدس ما التعقيد في هذا الأمر وليه أنت عاوز يكون إله كذا يعني بس تقول عليه مصمد ولا يعني مش معروف له يعني وهل كان ميت ما هو المصمد ضميت إنما الله بما يعرف نفسه في الكتاب المقدس هو حي ناطق نتكلم هل نطق لسه ما كانش ناطق قبل كذا يعني هل كان في وقت من الأوقات الله بلا كلمة حاش فإن كان الله متكلم في أزليته قبل كل خلقته وحي في أزليته قبل كل خلقته كل خلقته فإذا أنت هنا تتكلم عن إله حي مش إله ميت نعم هذه الحركة السرمدية في الزات الإلوهي هي الحركة التي تشير إلى الإله الحي الذي كان بذاته متكلما محبا قبل كل شيء نعم طيب ننتقل إلى جزئية أخرى نؤمن نحن كمسيحيين وفي أسرة قناة الحياة أن يسوع المسيح هو ابن الله الكلمة المتجسد وهو الطريق الوحيد إلى الله جاء يسوع إلى الأرض لكي ينقض أعمال الشيطان سفك دمه الكريم على الصليب ومات ليفدي الإنسان فقد مات المسيح ليقوم ويكسر شوكة الموت وسلطان الخطية ثم صعد إلى السماوات وفتح لنا أبوابها لميراثنا الأبدي وهكذا استرجع للإنسان خلوده ورده إلى مقام أسمى من سابق عهده هذا بالنسبة إلى الجزئية التي قرأناها أنا هنا أتكلم عن بعض الأشياء نؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله الكلمة المتجسد شرحتها من شوية كلمة الله الذي جاءه تجسد لكن هنا وهو الطريق الوحيد إلى الله الطريق الوحيد لا يوجد في عقيدتنا المسيحية طريقا آخرا لا موازيا ولا أقل من التوازي لا يوجد هو طريق واحد إلى الله هو المسيح لأن المسيح هو الله وضع ذاته طريقا لذاته لأنه يعرف عجز الإنسان وأرسل أنبياء عبر التاريخ ليؤكد على هذه الحقيقة الإنسان عاجز كان حجته يحتاج إلى شريعة أعطيت له شريعة فأماتته حكمت عليه بالموت حكمت عليه أنه عاجز لم يستطع أن ينفس بنود هذه الوصية وبالتالي احتاج إلى الخلاص من الله بذاته هكذا جاء الله المسيح إلى الأرض لينقض أعمال الشيطان ما هي أعمال الشيطان الموت سيادة الخطية بموتها على الإنسان سلطان الموت الأبدي هكذا بصليبه المبارك وبموته وقيامته كسر المسيح هذا الموت ألاحظ هنا فيه تعبير مهم جدا أحب أشير لي هذا التعبير اللاهوتي من الطراز الأول في عقيدتنا المسيحية فقد مات المسيح ليقوم وهناك فرق ليس على مستوى العقيدة ولكن على مستوى الشرح أن المسيح مات وقام نعم فعلى مستوى العقيدة الأمر متساوي تماما لكن على مستوى الشرح أريد أن أقول لك أن المسيح لم يمت مصادفة لم يمت رغم عنه لم يمت وهو لم يكن يدري المسيح له كل المجد مات ليقوم هذا فرق كبير جدا أن فلان ذهب إلى الغابة وقتل أسدا أو فلان ذهب إلى الغابة ليقتل الأسد فهو ذهب ليقتله فالمسيح له كل المججاء إلى عالمنا دخل إلى إطارنا كبشر ودخل إلى إطار الموت بإرادته وده طبعا كلامه وقال ولي سلطان أن أضعه ولي سلطان أن أخذها أيضا هذه الوصية قبلتها من أبي إلى آخرة دخل إلى إطار الموت استقبل الموت في طبيعته لكي يهزم الموت لا يستطيع أحد أن يهزم الموت غلب الكل هذا الموت لكن المسيح حينما استقبل الموت في طبيعته هزم الموت وكسره فإذن المسيح لم يمت رغما عنه ولم يمت مصادفة لكنه دخل إلى الموت بإرادته مستقبلا هذا الموت في طبيعته البشرية وبقيامته كسر الموت وأزله إلى الأبد فما عاد للموت سلطان على الطبيعة البشرية ثم أخذ طبيعتنا البشرية كما هو مكتوب هنا وصعد إلى السماوات وفتح لنا أبوابها لميراثنا الأبدي وهكذا استرجع للإنسان خلوده بعد الموت الأبدي ورده إلى مقام أسمى من سابق عهده ليه أسمى من سابق عهده لأنه في سابق عهده كان الإنسان يعيش في جنة عدن على الأرض وله علاقة مع الله لكن الآن أسمى من ذلك فنحن سنعيش في محضر الله في السماء وليس على الأرض فبينما ظن الشيطان أنه سيضرب صورة الله الآدم اللي هو الإنسان على الأرض وسيقضي عليه وسيميته موتا أبديا كانت خطة الله ليس فقط أن يميت الموت بموته وقيامته ولكن أن يعيد الإنسان إلى المكان خلي بالك من الحتة دي الذي كان فيه الشيطان اللي أنت ما عرفتش تحفظه مش كان الشيطان ملاك فوق وسقط وحاول بحسده يكسر الإنسان فربنا خلص الإنسان وقال له تعالى بقعد في المكان ده اللي ما عرفش الشيطان يحفظه فأصبح الإنسان أسمى من مقامه الأول مسبحا مباركا هذا الإله العظيم إلى أبد الأبيين وهذا هو ما أشرنا له هنا بتعبير الميراث الأبدي فلنا ميراث أبدي في المسيح إذن لا أحد يستطيع أن يصل بنا إلى الله هو الطريق واحد هو المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي واضح الكلام هذا هو اللاهوت المسيحي مجيء المسيح إلى الأرض لتحقيق هذا الطريق ليصل بنا إلى الخلود الأبدي واسترجع الخلود آدم كان خالد لو لم يخطئ فقدنا خلودنا في آدم استرجعنا خلودنا في المسيح فما فقدناه في آدم لا يستطيع كائن من كان ولا تعليم ولا ثقافة ولا أخلاق تستطيع أن تعيد هذا الخلود إلا في المسيح وعشان كده أي شخص يعتقد أنه يستطيع بتعاليم وبشوية أخلاق ومبادئ إنسانية يستطيع أن يحصل على الخلاص كذب لأن الشيطان يعرف أنه لا يمكن استعادة الخلاص بهذه الأمور فبيخدع بها الإنسان الخلاص فقط والحياة الأبدية والخلود نسترجع في من كسر الموت ولم يوجد على وجه الأرض من كسر الموت وقام غير المسيح له كل المجد نعم أمين أمين طيب نقدر نقول أنه الرب الإله خليني هحطها برضو بين قلسين أنا يعني التعبير مش عارفة إذا كان صح ولا غلط عمل خطة موازية لخطة الشيطان هو مش عمل هي الخطة أزلية بيقول عنها الكتاب المقدس دم يسوع المعروف سابقا قبل تأسيس العالم صحيح ففي علم الله المطلق نعم بكل الأزمنة أنا عندي ماضي وحاضر ومستقبل نعم الله عنده كل شيء حاضر ما عندهش هزي الأزمان كل شيء مكشوف وعريان أمامه كما يقول في العبرانية وبالتالي خطة الله بنيت في الأزل على علمه السابق بما سيحدث للإنسان لم ينتظر أنه الشيطان يعمل كذا طب أنا هعمل هعمل زي ما طلع الشيخ يقول له الله ده أنا هعمل هعمل مش هارف هعمل التاري أنا لازم أخلص الإنسان لا ده الإله بتاعه هو إلا ما يعرفش وكل يوم ينسخ كلامه لكن إلهنا القدوس في علمه خطته في علمه إرادته لأنه علمه غير منفصل عن إرادته نعم وبالتالي في علمه وإرادته خطة الإنسان كائنة وبالتالي معروف سابق قبل تأسيس العالم دم المسيح الذي سيفدي البشرية معروف في علم الله نعم فمن فكر أن يدمر الإنسان وهو الشيطان خايب افتكر أنه حينجح وافتكر أنت عارف معلش دخلتيني في حتة لازم أنا أذكره بسرعة الرب لما أراد أن يعني يقضي على الشيطان لم يستخدم قوته لأنه قوة الله هذه يعني الشيطان ده بالنسبة لولا شيء صحيح عارف استخدم إيه؟ استخدم أضعف شيء في الإنسان أضعف شيء في الإنسان متى يكون الإنسان خلاص ضعيف على فراش الموت بعد الموت على فراش الموت لسه بيتكلموا لسه بيقاوحوا لسه بس إذا مات انتعى الإنسان خلاص هذه لحظة ضعف المطلقة يحمل ويضع في التراب ويدفن أخذ المسيح طبيعتنا البشرية وحينما أراد أن يهزم هذا الذي يعتقد أنه جبار وزكي هزمه بموتنا أضعف حاجة فينا لم يهزموا بقوة لم يهزموا بجبروت وإنما قال له بموت الإنسان سأهزمك فأخذ طبيعتنا البشرية وسمح لهذه الطبيعة البشرية أن تموت وهو متحد بها فروح الإنسانية فارقت الجسد الإنساني واللهوت متحد بالروح كما بالجسد أصبح هذا الضعف الذي نسميه الموت موت المسيح بشريا الضعف الإنساني دخل به إلى عرين هذا الشيطان وكسره بموت الإنسان الضعيف فأعاد الروح الإنسانية إلى الجسد مرة أخرى وقام المسيح ودك أعمال الشيطان دك سلطان الخطيئة والموت هذا الاتحاد بين الروح والجسد هو الاتحاد الذي أقامه الله في جنة عدن حينما نفخ في أم في آدم روح حياة هذا الاتحاد كان يجب أن يكون خالد لكن الموت كسر هذا الاتحاد بين الروح والجسد أعاد المسيح هذا الاتحاد مرة أخرى في قيامته أعاد الروح إلى الجسد فقام المسيح له كل المجد وهو حي إلى الأبد وعشان كده بنعمله عيد ميلاد بس الميت ما يتعمله عيد ميلاد فاللي بيقلدونه وبيعمله مولد ومش مولد مولد على واحد ميت في حد ميت بتعمله عيد ميلاد يعني أنا مثلا أبي توفى أقول أنا حامل عيد ميلاد لأبويا ميت يعني انتقل من هذه الحياة لأن المسيح لا يموت لكن المسيح لا يموت المسيح حي ولذلك هناك في كل سنة نتذكر ميلاد المسيح ونتذكر عمل المسيح وقيامته وصعوده وننتظر مجيء السنة الأصل في المسيح هو الحياة بالضبط الموت خطة يعني أخذت لها كم يوم وخلصت عشان خلاص الإنسان طيب خلينا نكمل هنتقل إلى جزئية أخرى نؤمن نحن كمسيحيين وفي أسرة قناة الحياة أن الخلاص هو هبة مجانية من الله للإنسان لا نحصل على هذه الهبة بالأعمال هذه نقطة مهمة وإنما بالإيمان بيسوع المسيح وحده على أساس أنه الله المتجسد والفادي والمخلص الوحيد من الموت الأبدي هنا الحتة اللي أنت بتقول عليها مهمة حيطلع لك بسرعة الأخ المسلم يقول لك أنتوا متكلين على الإيمان بالمسيح وإعملوا زي ما أنتوا عاوزين وغيرها تدخلوا السابق علشان كده دي لازم تتوضى بصح يعني إيه ليس بالأعمال يعني أنا ليس أقول أنا هندوسي وحيا أعصوم وحصلي وحركع وأقوم بأعمال أخلاقية عالية جدا في مقابل هذه الأعمال أنا حصل على خلاص بنقول له ده صفر لا تحصل على خلاص بأعمالك بمجهودك واضح كده؟ واضحة جدا طيب كيف أحصل على هذا الخلاص هو هبة مجانية قدمها المسيح طيب بعد أن حصلت على هذا الخلاص ده سؤالك بقى أعيش زي من عايش؟ عايز يعني؟ أه دي بقى لسه ده اسم المسيح الاسمي لكن المؤمن المسيح الحقيقي الذي استقبل خلاص المسيح هذه الهبة المجانية ينبغي أن يسلك كما سلك المسيح بيقول كده الكتاب ينبغي أن تسلك كما زك سلك يسلك في وصايا المسيح في تعاليم المسيح والمسيح قالها صراحة إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون يعني مش بالها في المواز على الجبل ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماء باللذين يعملون إرادة أبي يعني فيه عمل بس العمل إمتى بعد الإيمان دي الحياة المسيحية إنما قبل الإيمان تقول لي ده أصله بوزي عنده تعاليم كويسة وعنده كنوز علي بابا عنده كنوز ماذا كده؟ صحي لكن أي كنوز؟ الكنز الوحيد هو المسيح إنما تقول لي كنوز كنوز وسانية يعني ومن الذي ينقص المسيح حتى أخذ من الوسانيين لا ينقصه شيء هو الكامل المطلق فهنا هذا التعبير وبشكرك أنك سألت فيه لا نحصل على هذه الهبة بالأعمال الحصول عليها ما بأخدهاش بالأعمال الأعمال الخلاص هنا مش بحصل على الخلاص عن طريق الأعمال نعم مش المسيحي هتكلمش عن المسيح غير المؤمنين أي حد هتكلم على غير المسيحيين اللي ممكن يعتقد أنه عشان هو كويس سيأخذ الإيمان هذا لا وجود له في الكتاب المقدس عايز تاخد الهبة المجانية الخلاص تقبل موت المسيح على الصليب لأجلك وقيامته فبموته داس الموت وبقيامته أعطانا الخلود الأبدي صعد للسمى بطبيعتنا البشرية يبقى طبيعة البشرية قادة في السمى جالسة في جلوس المسيح ضمن للخلاص ضمن للخلاص للصخات طبيعة دي وشق بها السمى خلاص زمان شعياء قال النبي قال ليتك تشق السماوات وتنزل من حضرتك تتزلزل الأرض شق السماوات وجه بس مش بس كده جاء ابن الله بلهوته وصعد ابن الإنسان أيضا بناسوته فإذا جاء ابن الله ولكنه لم يصعد فقط ابن الله صعد ابن الإنسان أيضا ماخزا طبيعتنا البشرية فتح لنا بها السماء وبالتالي أصبح الضامن الوحيد والطريق الوحيد هو المسيح عايز أن نبر على حتة هامة هنا لا نحصل على هذه الهبة بالأعمال عشان ممكن أي مسيحي يفتكر أنه الأعمال يعني أنت بيقول الإيمان والأعمال ده موضوع تاني بعيد لا علاقة له بهذه الجزئية هذه الجزئية خاصة أن الهبة يعني أنت لما أمنت يا مسيحي دفعت شيء أهلك خدوك مثلا وانت طفل صغير عمدوك هل دفعت شيء للمسيح لا بعد كده يبدأ حياتك العملية في المسيح بعد كده أنت مطالب أن تحيا حياة المسيح وضحت الجزئية دي؟ وضحت واضحة والمخلص الوحيد من الموت الأبدي وهو مكتوبة تحت دائمان كمسيحيين وأيضا في أسرة قناة الحياة المخلص الوحيد لا يوجد مخلص آخر غير شخص المسيح له كل المجد نعم عندك أي أسئلة هنا؟ كفائي كذا هي وضحت الجزئية طبعا أنا بقول لي أحباء الخدان كل جزئية أنا تناولتها يعني تحتاج إلى شرح كثير وفيها أروع مما قيل بكثير لكن حفاظا على الوقت نأخذ المفاهيم البسيطة لتوضيحها نعم ننتقل إلى جزئية أخرى نؤمن نحن كمسيحيين وفي أسرة قناة الحياة أن الولادة من الروح أو الولادة الثانية هي أمر أساسي لجميع البشر لنوال الخلاص الأبدي وتتم عبر التوبة والاعتراف والإيمان بيسوع المسيح وينتج عنها نوال الحياة الأبدية طبعا أول تعبير أول سطر ده كده محتاج يعني إيه ولادة تاني إحنا هنتولد تاني من مين أبونا من أمنا إحنا منتولد مرتين إحنا مين البشر إحنا المسيحيين البشر كلنا بنشترك في الولادة الأولى من بطون أمهاتنا أما المسيحي فيولد مرة أخرى من الروح القدس من المسيح آدم الثاني آدم الأول هو آدم الجنة عادة نعم إحنا كلنا بنولد من آدم نحمل سمات أبونا وسمات أبونا الموت نعم في المسيح علشان هو الذي أباد هذا الموت أولد من المسيحة الولادة الثانية هذه الولادة الجديدة أمر أساسي لجميع البشر لنوال الخلاص الأبدي دي بتندرج فين بتندرج على أساس أنه مجيش كالشرح الذي شرحناه السبع حلقات السابقة لا تأتي وتقول لي أصداد عنده هندوسي عنده قيم أخلاقية الله يعوض هنا في هذه الحياة هو سلك بأخلاق هنا في الدنيا نعم الله يباركه في حياته في صحة في شغله في أولاده في عيلته الله ليس بظالم إنما طريق السماء ده طريق واضح معروف هو المسيح أنا هو الطريق عاوز يسلك الطريق ده وهو متاح للجميع هيدخل السماء فهنا الولادة الثانية التي من المسيح هي الطبيعة الجديدة هي الخليقة الجديدة الخليقة الأولى هي من آدم فانت سألتيني ما هو كلام الربي يسوع لنقدموس ينبغي أن تولد من فوق قال له كيف أنا أولد وأنا شيخ وقال له الولادة من الماء والروح بالروح القدس ودي نقطة جاية بعد شوية إذن هناك ولادة روحية أما الموت فللمسيح موت واحد يسمى موت والمسيح كسر ولم يعود اسمه موت أما للآخرين فلهم موتان الموت الذي لكل البشر هو انتقال انفصال الروح عن الجسد نعم ده اسمه موت يموت كل الناس نعم إحنا بالنسبة لنا أخذنا كلمة من فم المسيح لعاذر حبيبنا قد نام نعم رقد وعشان كده على قبور على شهود شواهد قبورنا نكتب رقد في الرب نعم ده جائم بعد شوية ده مش حيئي ده مش ميت رقد لكن هناك قيامة بعد هذا بعد هذا الرقاد فإذا المسيح لا يموت لأنه بانفصار روحه عن جسده هذا الروح يذهب إلى الفردوس حي عايش الجسد هو الذي يوضع في الأرض أما غير المسيحيين فيموت هذا الموت ثم ما هو أسوأ من ذلك الموت الأبدي في جهنم البحيرة المتقدة بنار وكبريد أصعب وأقسم في هذه البحيرة وليس مجرد عذاب ألم هو الانفصال التام والكامل والمطلق عن الله هو اكتشاف طبعا اكتشاف الحقيقة يكتشفها كل إنسان مسلم بوزي هندوسي بمجرد خروجه من الجسد أنه ضيح حياته هباء وكان أمام الفرصة هنا المفاجأة هنا الصدمة لكن هناك يعرف تماما أن خلوده سيكون في هذا الانفصال التام والمطلق والكامل عن الله بالإضافة إلى العذاب تعايش مع الشيطان يعني مستني والشيطان ما برحم فالعذاب لن يتوقف إلى أبد الأبدين وده كلام قيل في القديم في العهد القديم وقيل في العهد الجديد وعندي شواهد أحب أحطها بعد شوية أختم بها يبقى إذن ينتج عن هذا الإيمان بيسوع المسيح رب ومخلص وسيد وفادي نوالي الحياة الأبدية بدون هذا الإيمان لا يوجد حياة أبدية نعم طب هو ليه إحنا بنعتبر أنه المسيحيين بس هم أو الموت بتاعهم انتقال طب ما هو برضو أي شخص تاني ما هو برضو حيكون عنده حالة انتقال يعني انتقال بس طبعا مكان مختلف بس هي ذا المشكلة أصله هو ليه ما بيسمى موت لأنه الآخر يذهب إلى الجحيم الجحيم هو مكان انتظار أو ما يسمى الهاوية موت شبه بعض يعني هأيته الموت فهو موت فهو ذا الموت المؤقت قبل القيامة طيب لكن الآخر يفتح عيونه في وجه المسيح في الفردوس فبالتالي هذا ليس موتا في حضرة المسيح لكن في محضر الشيطان في مكان الشيطان هذا هو الموت فبالتالي يلتنفص الروح يروحي قابل الهاوية هناك وهاني مع الشيطان بقى برضو وبعدين بعد الهاوية تحدث القيامة العامة ثم الذين كانوا في الهاوية إلى بحيرة النار جهنم والذين كانوا في الفردوس إلى ملكوت السماوات طيب هل كل مسيحي مولود ولادة ثانية كل مسيحي يولد الولادة الثانية بإيمانه وبالطفل الصغير هذا اللي بياخده أبو وأمه ما دي ولادة ثانية ويعمد وهذا على أساس هذا الإيمان ينمو ويشب أنا واحد من هؤلاء وفي هناك من يؤمن وهو بعد أن يبلغ السن الرشد ويعرف ويريد أن يختار فيختار لكن بمعنى العام نعم كل مسيحي حقيقي نعم هو يحصل على هذا الولادة الثانية والذي حصل عليها وكان مهمل فيها فده طبعا برضو من يعرف أكثر يودان أكثر دول اللي بنسميهم أو يعني يمكن فئة كمان أسوأ يعني إذا جاز لي تعبيرا أسفة المسيحي قسم صحيح يعني هو المفروض أنه تولد الولادة الثانية بس إهمالوا لها وهو مش عايز عايز يسلك زي ما هو عام صحيح وللبعض برضو رأي في هذا الأمر أنه أصلا لم يولد ولادة ثانية فالفكرين موجودين المدرستين موجودتين خلينا أدخل إلى جزئية أخرى نحن كمسيحيين وفي أسرة قناة الحياة نؤمن بمعمودية الماء نؤمن بمعمودية الروح القدس وفي هذا أيضا تفصيل فالبعض يؤمن بمعمودية الماء وفيما بعد يختبر اختبار آخر معمودية الروح القدس وهناك من يؤمن أن في معمودية الماء يخلق الإنسان الجديد مدفون مع المسيح يقوم مع المسيح ثم يسكن الروح القدس في هذا الشخص المعمد أو المسيحي ففي النهاية الاثنين موجودين يعني في المدرستين الاثنين موجودين بس اختلاف توقيت خليني أسميها كذا نعم أيضا لأن حسيت أن الوقت بدأ يدركنا نؤمن كمسيحيين وفي أسرة قناة الحياة أن تنفيذ وصية المسيح بنشر الأخبار السارة وتلمزت الذين يقبلونه هما من أولويات واجبات الكنيسة من أولويات خدمة الكنيسة نشر الأخبار الخبر السارة هو المسيح الأخبار السارة هي الأخبار التي ناتج عن هذا الخبر الواحد البشارة المفرحة ما هي البشارة المفرحة؟ أن الله جاء من السماء وغنت الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام وفي الناس المسرة وكان هذا إعلان لعهد جديد فيه المسيح يبزل نفسه من أجل خلاص العالم ويفتح لنا السماء مجدداً للميراث الأبدي هذا هو الخبر السارة فيما أنت عاجز عن أن تعيش حياة القداسة والفرح والنصرة وحياة التي تبدأ هنا لتمتد في الأبد في هذا العاجز جاء المسيح حقق لنا كل هذا الإنجاز العظيم نتقل إلى جزئية أخرى إذا ما عندك هنا أسئل نؤمن كمسيحيين وفي أسرة قناة الحياة بالقيامة العامة من الموت وبالمجيء الثاني للرب يسوع منظوراً إلى الأرض ليدين الأحياء والأموات نؤمن بالقيامة العامة من الموت الكل سيقوم وهذه قالها المسيح بفمه المبارك في وحنة خمسة لا تتعجب من هذا فأنه يأتي وقت فيه يسمع جميع الذين في القبور صوت ابن الإنسان فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عاملوا السيئات إلى قيامة الدينونة ففي قيامة عامة للأشرار والصالحين لكن الكارثة للأشرار قيامة إلى أين إلى دينونة دينونة وإزدراء أبدي سأقرأ هذا النص بعد قليل هذه العيات المباركة أما بالنسبة للمسيح الذي قبل المسيح وعاش وفق وصايا المسيح المسيح رفع الدين عنه ورفع عنه الهلاك والموت الأبدي وبالتالي يأتي لدين الأحياء والأموات لها بعدين البعد الأول الأحياء الذين سيكونوا في هذا الوقت أحياء واللي ماتوا لأنهم سيقوموا فالدينون للأحياء والذين كانوا أموات نعم والأحياء والأموات البعد الآخر لها حتى الأحياء اللي موجودين بس مش تبع المسيح فلهم دينونة والمسيحيين الحقيقيين رمية واحد رمية تمانية واحد لا دينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع خلاص دول المسيح دفع دينهم عاشوا في حق المسيح وبالتالي رفع المسيح دينونتهم مش الواحد يعيش على كيف ويقول أنا مسيحي زي ما كذب أحمد ديداد هذا الرجل الكاذب وهو الآن في الهاوية يتمنى دقيقة واحدة ليرجع ليتوب عن خطياء ويعترب بالمسيح ولكن الفرصة انتهت أواصل يعني أنا بس عندي سؤال قبل ما تكمل ومعليش أنا عايزة أرجع للأخوة الكذبة ويسامحوني الأحباء اللي هم بيتبعوا الفئة دي هل الأخوة الكذبة كل اللي أنت قلته ده معداش عليهم ولا هي في خطة ممنهجة عشان اللي عايزين يعملوه أو اللي بيفكروا فيه أو الطريق الموازن اللي هم صنعوه يكون حاجة ممنهجة وموجودة وفي قصد وراء الكلام ده كله لا أعتقد أنه ما فيش حد مسيحي يعني بيعرف الكلام ده ده ألف بأه نحن ما بنقول كلام مخفي بين السطور نحن نتكلم عن العقيدة نعم والعقيدة واضحة العقيدة واحد اثنين ثلاثة وإحنا أنا الآن ما أقوله هو عقيدتنا المسيحية نعم صحيح في بنودها الأساسية فبالتالي معروف لكن ربما من قال هذا يعني هو يريد أن يفتح الباب هو الذي يريد أن يفتح الباب للوسنيين وللذين لا دين لهم ولا تحت منهج رحمة الله لا الله مش بس رحيم الله عادل نعم وفي عدله اقتص من المسيح حينما حمل خطيانه يقول سر بأن يسحقه بالحزن إذ جعل نفسه زبيحة إسم يعني المسيح يقول عنه في روميا 8 لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين حينما وضعت خطيانا على المسيح لم يجامل المسيح يسوع لم يجامل يسوع المسيح يسوع كإنسان حمل خطيانا لم يجامله صب عليه الدينونة المرعبة وأدان الخطيئة في المسيح وسحق الموت في المسيح فكيف الذي كان عادلا ورحيما فالمسيح هو الرحمة الذي حقق في زاده العدل الإلهي فكيف لا يحقق عدله في الآخرين يا رجل اقف شف أي قاضي أرضي يقف أمامه أي مجرم ويقول لنا آسف أنا تايبا أنا مش هعمل كده أرحمني عندي أطفالي عندي أولادي حيقول له يا خلاص تبطب عليه وقول له خلاص عشان أطفالك يعني عشان أولادك هي دي الرحمة والذي رحمة مزيفة رحمة لا تمتلك أدنى قيم الحكمة ده مش الله الله عادل رحيم حكيم محب كل هذه القيم هي متساوية في الزات الأولى كامل في صفاته مكتف بذاته ما فيه صفة تغلب على صفة في الله أقرأ آخر جزئية وعندي فيها أيتين أحب أشارك بهم فضل نؤمن نحن كمسيحيين وفي أسرة قناة الحياة بحياة الدهر الآتي والمؤمنون يضيئون في ملكوت الله إلى أبد الدهور آمين نؤمن بحياة الدهر الآتي حياة ما بعد هذه الحياة القصيرة يعني يعني ما يعني مش عايزة أقول كلام يحسب علي يعني لكن ما سزاجت هذا الإنسان الذي يعتقد أنه بعد هذه الحياة القصيرة لا توجد حياة نعم كيف لا يفكر أن الإنسان قيمته أكبر من ذلك بكثير وأنه لا يمكن لهذا الإنسان بهذه القيم التي فيه أن يكون هو مجرد حياة قصيرة تظهر وتنتهي تفنى لا حياة أخرى بعد الحياة نحن نؤمن أن هناك حياة الدهر الآتي الذي لا نهاية لهم ونؤمن أننا نضيء في ملكوت المسيح نكون مضيئين في ملكوت السيد الرب إلى أبد الدهور آمين هذا يشارك بأيتين من العهد القديم والجديد عشان الناس اللي بتقول أصلا لا لا ربنا ما فيش عذاب ما فيش دينونة هذا كذب ولو سمعت حد بيتكلم في هذا الكلام أنه لا يوجد دينونة ولا يوجد عقاب أبدي أنا أبيدي لك آيات كتاب مقدس واضح عهد قديم عهد جديد دانيال النبي 12-2-3 يقول وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي الأبدي هذا ستوديه بين في حياة مباركة أبدية وفي ازدراء وعار أبدي ثم يقول والفاهمون يضيؤون كضياء الجلد والذين ردوا كسيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور في أوضح من الكلام ده حتفلسفوه يعني حتطلعوه حتستغنوا عنه ماذا قال المسيح له كل المجد ماذا قال المسيح المسيح قال في متى 13 41-43 في نهاية الأيام يقول المسيح يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفعلي الإسم ويطرحونهم في أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان الندم صرير الأسنان لكن بيقول عن أولاد إبغا حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم من له زنان للسمع فليسمع هذا الإيمان المسيحي فيه عدل فيه ميزان سيوضع نهاية الأيام فيه مكافأة وفيه عقاب مجازات كل واحد حسب إيمانه وحسب أعماله وحسب حياته وبالتالي هنا حينما نقول نؤمن بحياة الدهر الآتي انطلاقا من إيماننا المسيحي نؤمن أننا سنكون مضئين في حضرة هذا الأصل في النور هذا وضع كتابي قاله دانيال النبي في القديم وقاله الرب يسوع أيضا في العهد الجديد ومن له زنان للسمع فليسمع هذا هو إيماننا كمسيحيينا وإيماننا أيضا إيماننا كأسرة قناة الحياة كل خدام قناة الحياة رب يبارك حياتكم ويبارك حياتك خليني أسألك يعني برضو بنرجع لحتة الوسانيين وكل اللي بيندرجه تحت الوصف ده هل الشهداء المسيحيين يعني هل بيعتقد الأخوة الكذبة إنه شهداء المسيحية اللي دافع عن الإيمان وقتلوا لأجل الإيمان المسيحي اللي أنت تكلمت عنه ووضحته هل دول ممكن يكونوا مع الوسانيين ويكونوا مع أسامة بن لادن مثلا مع أحمد دادات مع الزعيم شيء غريب جدا شيء غريب جدا إنه ممكن ده يكون تصنيف طب أنا خلينا أدي لك تصنيف أكثر من ذلك طبعا التصنيف ده واضح لكن يعني هم يقولون أيضا إنه حتى رسول الإسلام محمد يمكن أن نعتبره نبي من العهد القديم يعني واحد من الأنبياء اللي قالوا كلام معنى ذلك إنك إذن تؤمن أن إذن الفردوس فيه محمد وفيه عيسى يعني أنا طبعا مش هسميه المسيح لأنه لا يجمع الاثنين مع بعض وبالتالي يكون بوزة موجود صحيح وكل آلهات الهندوس موجودين في الفردوس ده نهاية التعليم أصلا أنت حتوصل للثمرة دي فده الكلام ده كلام كلام باطل بما لا يدع يعني أي نسبة لأنه يكون صحيح ما فيش نسبة فبالتالي ناهيك عن ابن لادن وناهيك عن شهداء المسيحية والزرقاوي ومين الألوان دي الموجودة كل هؤلاء لا يمكن أن أي خلطة للنور مع الظلمة مش ده كلام الكتاب أولاد الله مع بلي عال مائدة الرب ومائدة شيطان بالمناسبة هذا ما أقوله الآن هي آيات من الكتاب مائدة الرب ومائدة شيطان الزوان مع الحنطة الزوان مع الحنطة في الأرض إنما إلا قرأته أنا من شوية بيجمع الزوان لوحده للنار والحنطة لملكوت السموات إذن ملخص هذا الأمر هذا هو إيماننا الأقدس إيماننا كمسيحيين وإيماننا كأسرة قناة الحياة حبينا نقدمه علشان كل اللي فات اللي إحنا قدمناه في سبع حلقات يمكن يسأل طب إنتو إيمانكم إيه إذا كان ده غلط وده لا يليق وده مصح طب إنتو إحنا ده إيماننا وده إيماننا واضح في بنود عرفها المسيحيون منذ ألفين سنة ولا نقول شيء جديد ما فيه شيء جديد أو أنا أتكلم استخدمت آيات كثيرة جدا من الكتاب المقدس طيب أنا بشكر كثير جدا عايزة بس أحب أعداءكم يعني إحنا زنبنا إيه إن إحنا عشنا الحياة الصعبة دي ودخلنا من الباب الضيق عشان يجي كل اللي داخل من الباب الواسع يدخل كله في ملكوت السماء يعني أنا بشكر كثير بشكركم مشاهدين المسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير وأكيد هنشوفكم في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر